اشتركوا في القناة السهلة الى الجبلية طبيعة النباتات تتغير وطبعا هاي بدت هنا الجبال تظهر وبعد شوية رحصر غابات وصل لعنبي شوفوا الجبال سبحان الله الاحجار شون تتغير حتى الوانها يعني صدق الله العظيم لما يعني يذكر بالقرآن تغير الوانه يعني الجبال هنا وصلنا المدينة تدهوك مدينة بسم الله ما شاء الله ولا حوله ولا قوته الله يبارك لهم هادئة نظيفة جميلة أهلها طيبين جدا يعني ينحطون بنصف القلب تحية خاصة لأهل دهوك شكرا لكل من ساعدنا شكرا لكل من كان لطيف معانا الله يبارك لهم يا ربي طبعا هان هنا نقعدة بالحديقة يم عائلة فلفل وقرنفل ها عمو كاريم دي غرد سأعند أسجلكم طبعا السبب انه ما كتصوت الأصلي في بعض المقاطع لأنه يعني تعرفون سفرة ويحطون أغاني وصوتها عالي بعض يعني أغاني يعني هم بها حقوق وهم يعني بعض الكلمات يعني ما تعجبني فقدت أحط لكم صاتي أشرح لكم شوية هناني طبعا داخل مدينة دهوك يعني شنو أقول لك تقدر تطلع جدر الدولمة وتقود على الرصيف هذا الرصيف هو سفرة كل شيء ما شاء الله أخضر الجو كان لطيف الأشجار نظيفة المدينة نظيفة عاشت إيديهم الله يبارك لهم يا رب يحفظوا الأقليم كردستان يا رب الأمن وأمان وكل العراق يا رب من الشمال للجنوب وكل بلاد المسلمين يعني عاشت إيديهم عن نظافة التنظيم الترتيب العمار هم نفسهم الناس طيبين يعني كل شي بيهم حلو ناهيك عن الطبيعة يعني شون نقول لروح سفرة لدهوك أو الأقليم كردستان العراق هو مجرد الطريق هو سفرة مجرد الطريق هو شيء حلو أو جميل أشجار أشكال الغابات آه الجبال آه يعني متعة متعة يعني متعة للنظر راحة نفسية تغذية بصرية آه طبعا هذا فلفل جاي يمي ما عدش يريد بعدين أصور لكم يا حبيبي ألا صباح الخير سلام عليكم سلام عليكم فلفولي آه بعد شنو أحشي لكم طبعا الجبال تبدأ كل ما تتقدم يعني تعله وتقريبا خلي نقول تقريبا آني يعني ما عرف شون ببداية الفيديوهات لكنه تعرف التصوير آه أكو تصوير يعني يصير بالشكل الأفقي بشكل عامودي فعنا مدهامها دمجت لكم كل الفيديوهات يعني كو فيديوهات وأماكن تخبل لكنه تعرفون التصوير بشكل عامودي يعني يظهر مثل السواد منها ومنها بالشاشة فما يفيد يعني صور مممتع بس آن جمعت لكم المقاطع اللي مصورتها بشكل أفقي لا تشوفون هنا آه المكانش قد حلو الروعات يعني الجبال منظر طبيعي آه المحلات منتشرة المطاعم وهنا مثل ما تشوفون أشجار آه السبحبح أو هما يعني بالكردي سموها تشتر آه تشتر يعني مع مظلة كلش حلوة يعني قلموها كل سنة الأخشاب مالتها ياخذوها يساوها يعني لدة فئة لأنه تهوك يستخدمون أيضا المدفئ اللي على الحطب ببيوتهم لأن بيشتاء كل شيء جوبار لأدهم يعني ثلج يساقط ثلج يعني مدينة تهوك هي يعني شون أوروبا عينا الله يبارك لهم في كل سنة يقلموها من يجي الربيع تبدي هي يعني تنمو فصور شكلها كلش حلو روعة مثل الكرة يعني كرة من الخبر وشوفون ما شاء الله العمار المدينة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي الله يبارك لهم إن شاء الله يا ربي ويرزقهم وأتمنى يعني من كل الناس تروح وشوفوا دهوك يعني حتى اللي خارج العراق أتمنى يجون ويشوفون يعني أقليم كردستان العراق ويشوفون مدينة دهوك تحديدا يعني على الجمال والطيبة والعمران بسم الله وإن شاء الله ولا حوله ولا قوت إلا بالله حضارة آثار كهوف شلالات أكل طيب كل شي كل شي بيها طبعا أحلى شي بيها قلت لكم أول ما فت المدينة هي النظافة الشارعها نظيفة وترتيب ومعتنين بالنباتات بشكل مو طبيعي صراحة يعني هاشفتها ملاحظة أول ما دخلت تعرفون أنا يعني حسب يعني اختصاصي وحبي للنباتات وقناتي في الفل وقرم في العليوتيوب يعني مهتمة بالنباتات فكان يعني أكثر شي اهتميت بيها السفرة التنوع النباتي الطبيعة شلون النباتات تختلف من مكان اللي احنا بيه عن مدينة دهوك ناس راقين مثقفين يعني أعتبرهم يعني مناصرين للبيئة لأن مهتمين بالبيئة بشكل جيد جدا الله يبار كلهم وعاشت إيديهم يعني ما قفت متر مزارعين به طبعا المزارع على طول يعني على طول طريق سواء من مدينتنا لحد مدينة دهوك أو يعني من مدينة دهوك هي بالسنتر دهوك إلى المصايف عبارة عن مزارع من العنب مزارع من التين يعني مشهورة جدا دهوك بالعنب يعني إذا رحتوا للدهوك لازم تاكلون تين اتجربوا طعم ثاني ولازم اتجربون العنب وإذا ما لقيتوا عنب اشربوا زيبيب يعني عصير الزيبيب زيبيب شربت العنب يعني فتشيب عمرك بحياتك ما ضايق بغير مكان ولا رحضوك بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قتل الله بالله تشوفون هنا الجبال يعني دائما مكانات استراحة على الطريق شقاق مزارع كل الإيجار شقاق للإيجار يعني ياخذوها الإنسان يقضي بها يوم أسبوع طبعا يجروها باليوم بعض الأحيان بالأسبوع بعض الأحيان بالشهر طبعا أرجو أن يكون الفيديو مطويل عليكم مومن لأنه إن شاء الله يكون ممتع مثل ما عنده أستمتع حسب أن دائما أشوف مرة ثانية وياكم طبعا أكمل لكم أنه أكو مزارع للإيجار وأكو شقاق للإيجار وفنادق متوفرة وخدمة جيدة وأسعار يعني متقاد مناسبة بالنسبة باقي دول العالم الحمد لله وشكر الله يديمها نعمة يا رب على قلم كردستان وعلى عراق من الشمال للجنوب اللهم أمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع بلاد المسلمين شرق وغرب طبعا أشجار العنب مزارع يعني ما شاء الله لا تعد ومزارعتين لا تعد وغابات الصنوبر أيضا وبكل أنواعها يعني شكو صنوبر بالعالم هو موجود في مدينة الزوك لأن هي مدينة جبلية طبعا جبت بعض النباتات منها أكو منها يعني تحمل الطرق وكو منها واتحمل الطرق لأن الطرقة تنقلها كانت تقريبا خاطئ يعني شيء ارتجالي يعني مو ما أخذ في الشي حتى أحافظ عن نبتة من أأخذها يعني مجرد خليتها بكيس ورطبتها شوية طبعا شوفوا هاي رح تبدي صعود الجبل لغابات من الصنوبر طبعا الصنوبر كان حامل كل حامل يعني حامل ثمار الصنوبر اللي هي يعني يقطفها الفلاح بعدين يجففها بعدين يفرغ منها بذور الصنوبر وهي هاي اللي تستخدم يعني يعني نوع من أنواع المكسرات وأكو الصنوبر العفص اللي يكون يعني دائري كل أنواع الصنوبر يعني تحتارش تباوع بس تباوع وتقول سبحان الله سبحانك يا ربي يمكن أنا هسا دا أحتيكم دا أخرب عليكم جمال الطبيعة والفيديو بس أنا حاولت يعني أنقلكم حساسي لما يعني شفت هاي يعني الطبيعة الجميلة تنوع النباتات تنوع الأشجار حتى أشجار الغاف عندهم أشجار الصفصاف قليل كان أكثر شي صنوبر كان عندهم حتى أنواع ما أعرفها ما شاء الله كانت النباتات يعني تحسها مرتاحة الجو لطيف مو جدا حار الجو يعني اختلاف هواية سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله الخالق يعني كل شي خالق حتى يعني رطوبة يعني وهي الجو لطيف أكو تحس رطوبة بالجو حتى المي يختلف المي تحس به حلاوة فكانت هاي بعض المعلومات من رحلتي إلى مدينة الدوك الجميلة أغطيكم وتجربون كل شي وتجربون كل الأماكن لا تخلون مكان ما تروحوا له لا تقلون كلها شلالات وكلها لا مكان يختلف عن مكان سبحان الله حتى الشلال شكل يختلف مكان يختلف عن شلال مكان آخر وهي مدينة وحدة لكن قدرة الخالق هذا خلق الله طبعا الجبال روعة يعني أكوهو يعني ارتفاعها مختلف من مكان إلى آخر من مصيف إلى آخر وألوانها أيضا يعني كان مدي كل ساعة يعني أنزل وأجمع الحجارة اللي هم قدماها مختلف ألوانها ومختلف أشكالها حتى تكسراتها وجمعت بعض الأحجار جبتها ويايا لا الأحجار سليمة مو مثل النباتات ما تضررت لأن ما عليها شي إن شاء الله أسوي بها في الشي وعسى تشوفون إن شاء الله بالأيام الجاية ما نسوي بها بالإحجار الطريق كان جميل جدا كان متعب حد ذاتي أتمنى الكل يروح ويجرب يجرب يشوف مدينة دهوك يجرب يسافر إلى مكان يعني ما شايفه أدعو كل من يشوف هذا الفيديو من خارج العراق أنه يجي ويشوف أقليم كردستان العراق ويشوف النظافة ويشوف الترتيب يشوف الحضارة يشوف التطور يشوف الجمال جمال الطبيعة مكان متروح دولة أوروبية هنا كثير من أهل يتكلمون حتى اللغة العربية والإنجليزية تقدر تتفاهموا بشكل حلو دولة يعني خلي نقول مدينة جميلة وبها تنوع بالديانات وبالثقافات يعني أكثر من رائعة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قتلا بالله بها بها عدة ديانات وبها عدة ثقافات وبها يعني كل شي متنوع كل شي تريد أن تبدوك شوفوا هاي غابات الصنابر طبعا والغابات الصنابر الجميل بها طبعا شوفون انتو هاي الغابات لكنها فعلا عاشت إيد كل الرجال والشباب والنساء اللي شاركوا بزراعتها على سفوح الجبال صحية يعني تسقط بعض الثمار وتنمو من جديد والصير يعني هاي الغابات لكنها كثير من هاي مزروعة بسواعد الرجال والشباب وحتى النساء والشي الحلو انه يزرعوها بالأرض من تكون شوية مستوية وعلى سفوح الجبال هسي قا يطلع لكم شوية بالفيديو بشكل متدرج بحيث مراتك وجبال تبع وحبك راح توقع فوق راسك من قدمها هي يعني قائمة حادة سبحان الله ومع هذا ايضا زارعيها بأشجار الصنابر يمكن راح تفكر تقول شون يسقوها هاي عندين سقية بالأمطار بقت الشتاء او بالثلوج من الصير وبعدين الذوب الصيرمية والحلو انهم سوين يعني بجهود يعني ما عرف هذا منه الجهد العظيم اللي سوا بارك الله بي خلون مثل الجورة او حفرة او استياج من الأحجار الحجار الطبيعية مالي الجبال داير ما داير ساق الشجرة خاصة يعني من أمام من تريد تنحدر فيخلون هاي الطبقة كمساف من الحجارة هاي وظيفتها انه يعني تحافظ على الماء وتحسرها عند الساق حتى يجمع تجمع الشجرة أكبر يعني كمية من الماء الأمطار او من مياه ذوبان الثلوج حتى تشبع بيها وتقام أشهر الحر اللي هي الصيف اللي ما كوا يعني أمطار فتشبع من هاي الكمية اللي تحصرها او الجدار الصغير من الأحجار اذا شوفون سيطلعكم بالفيديو بالأخص أشجار طنابر اللي منحدرة شوفون هاي الجبال بدت تعله قمم يعني شاهقة وعالية طبعا معنى اسم مدينة دهوك هو يعني الجبلين دو دهوك يعني معناته الجبلين طبعا هاي اللي الباع المنتشرين على الطريق بيعون منتوجات مزارعهم الخاصة من العنب والعرموط يعني الكمثرة والتين والحسل وزبد الغنام وكل شي كل شي منتج تنتج يعني مزارعهم هم يبيعون على الشارع يسون مثل البسطة يعني اذا تحبون تشترون اي شي من هذول الناس معاملتهم حلوة ناس طيبين محترمين راقين مثقفين يعني الله يبارك لهم اذا شوفون هاي الشاليهات والفلل هاي كلها يعني اكثرها للإيجار بوقت الموسم السياحة يجروها باليوم ويجروها يعني المزارع او شقق وفلات هاي يجروها بيوم او يجروها بالاسبوع او يجروها بالشهر شوفو هاي الاشجار الجميلة يعني ما اخفي عليكم انه اكو اشجار ما شايفتها قبل انا يعني ما اعرف حتى نوعها اتمنيت اقدر اصور بعض الاشجار يعني اوصلي لها واصورها هت اتعرف عليها وهنانا وصلنا اعتقد كهف بهيرة راح ندخل فهاي المنطقة المحيطة بالكهف وبها بحيرة وهي البنايات دائما يبنوها من الحجر شوفوا يعني سبحان الله عظمة الخالق ثم عظمة الجبال يعني سبحان الله الانسان المتكبر شوفوا هاي البحيرة هاي البحيرة بهذا مصيف احد مصيف دوك وهاي هنا يعني دخلنا الكهف واعتقد انا انشرت فيديو عن الكهف وجمال الكهف وشون الكهف كان مية بارد يعني ينزل من الذوبان الثلوج من فتحة بالكهف وفتحة بالكهف فينزل الثلج يزوب وينزل على شكل ماء بوسط الكهف والجلسة داير ما داير والكهف طبيعي مية بالمية مجرد اما وصل الى كهرباء ومسويلة يعني قاعدة حلوة الناس قاعدة تستراح بها ياكلون بها فواقه عصير حتى اكل بها سوون بها مناسبات ناقشفنا مناسبات يسوون عيد ميلاد وما شابه يعني بارد لا سبلت لا مبردة لا ايشي انت بس مجرد تفوت الكهف سن درجة الحرارة تختلف سبحان الله من برها الكهف عن الداخل يعني 360 درجة ورودة ورودة روعة هاي بوابة الكهف وهي المنطقة المحيطة طبعا اكثر شي مزارعين دار مدارة كله اشجار التين زين فاوصيكم يعني كل واحد يروح لدهوك يجرب طعم التين اذا ما لقى يعني موسمة اللي هسه هو موسمة يشتري من الاسواق مجفف طعمه جدا لذيذ ونظيفه بكل انواع بكل الاسعار اكو وهاي المنطقة المحيطة يعني ما اعرف والله شنت ما اعرف شنو اصور من الجمال اهنانا بهذا الفيديو رحنا على مصيف اه فين شوفوا هذا مصيف فين طبعا هاد صيات سمك شوفوا واقف اه احنا نقول توب يعني فالشي اضافة انه يحميه من المال لاني ما يقان سريع ما شاء الله غزير هذا مصيف فين صورتلكم شوية شوفوا ها شلالات فين يعني وصورت عدة فيديوهات نشرتها قبل هذا الفيديو يبين المصيف بشلالات بيتبين اكثر هاي طبعا تشوفون الحجر الهناك المقابلكم كل حجرة يعني شا قلكم يمكن تطلع وزنها طن يعني سبحان الله حصوا طبيعي طبيعي الله خالق هالشكل هم مصفطيه حتى يساوون مثل الجدار يعني مثل الجدار حول النهر يعني والله يمكن الحصوات تطلع وزنها طن شوفوها من بعيد لكنه كلش جبيرة هي وشكلها كروي وحصوا يعني خلقة الله يعني طبيعيه شوفوهن هذا النهر نهر الجميل هذا فيه مصيف فين كان المياه سريع دادو شوفوهن منها يجي وهذا الجسر الخشبي المعلق تعبرا تروح عليه يعني من ناتقه في السيارات منتو عبر هذا الجسر انت راح تروح تدخل على مصيف فين وشوفوا المياه منين ينزل شوفوا المياه منين ينزل باعوه اهنا هنا من عند اصال لكم المكان وبعدين عبرنا الجسر الجسر الخشبي يعني هو حلو ما يخوف بس من يصعدون هوايه ناس لو يعني بعض يعني الشباب يعني او بعض الاطفال شوي يركضون عليه فيبدي يتهزهز شوي يخوف اه بعدين عبرنا طبعا وايضا اكو هناني شالهات تتأجرها وتبقى ومطاعم دا تشوفو انت تطلع في الصورة وكل شي بيعون بي يعني اشياء حلوه اه موات غذائية يعني يعني محلية الصنع احنا مادر شنقول هنا يعني شنو اقول لكم هش متل الصلصة مال الانجاس والدوت وال يعني وتمر هند وكل انواع يعني انواع اني ما عارفها ما قدر اعددها يعني ما عارفها بصراحة كلها بس كل شي هنا انا وشوفوا المي هذا ينزلي من الجبل يبدي يصبوا بشلالات فين يعني انا بصورتها سابقا وعندي بعض تصورات هوا على الشلالات بعدين يصبوا بهذا النهر يعني هاي الشلالات تأتي من قمم الجبال من الثلوج للذوب بالصيف الثلوج اللي تسقط بالشتاء الثوب بالصيف تبدي تنزل تكونوا الشلالات وبعدين هذا الشلال يخلص المجرماله فيرجع يصبوا بهذا النهر بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم هنا خلصنا من المنصيفين اعتقد متع صور المستحابي هاي كلينسة مو عبالكم مصخ هاي حشرة دخلت للباص والكل الرعف لزموها بكلنسة بعواني وهدوها الشمراء والحشرة من الباص وهنا نشوفون الجبال طبعا هنان مثل ما يشوفون المكانات التأجير والاستراحة والمبيد على طول المصيف ما شاء الله هنا بدينا نطلع عنهم هاي دودهم هاي الجبلين اكبر جبلين بدهم شوفوهم يعني متقابلين مارك وهنا مثل ما يشوفون الشلالات الماء ينزل طبعا هنان هذا المكان تحديدا هنان هذا سلطان البحر مع جلسلطان البحر مع جلسلطان البحر يعني سبحان الله الحيوانات كانت مختلفة بهذا المكان وهذا المياه اللون الفيروزي يعني بسبب معاد انت تنزل يعني من الجبال هاي مصيف كل شيرانة تشوفون شقد حلو ما شاء الله ولا حول ولا قاتل الله هاي مكان مضلل للناس وهاي البحيرة يعني اللي يعرف يصبح يروح بيها وهذا شلال يعني ترحيب بالزوار مياه تنزل من الجبال لكن هما مسوين شلال اصطناعي يعني اول ما تنزل من مصيف كل شيرانة وهاي بحيرة كل شيرانة جميلة جدا اجواء كانت رائعة منظر كلش حلو طبيعة ساحرة حولك الجبال القرى كانت فوق الجبل اذا بينا بالتصور حاولت شوي اقرب التصور على قمم الجبال قرى ومساكن يعني ناس مزارعين واهل المدينة وطلعنا من المصيف واذا تشوفون هنا شون الحجر حول الاشجار مثل ما حجيت لكم حتى تحاول الشجرة تحصل على اكبر قدر من الماء يعني حتى يساعدها في فصل الصيف ويعني سبحان الله سبحان الله كالصانوبر يعني يخبه 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 كل حامل الثمار بس يعني ما بصراحة ما وقفنا بمنطقة يعني يعني اشجار صانوبر يعني حتى يعني اشوفكم او هو الوقت كان السريع اللي حني بكل مصيف تقريبا ساعة فما قدرت اتوغل يعني بالغابات حتى اشوفكم وهنانة طبعا وهنانة بعد ما نرجع يعني اه نقعد بالفندق هنا الصبح يعني اقعد من الصبح اروح لهاي الحديقة طابق ثاني يعني فوق جو الاستعلامات وهذا فوق بسوي نثيل اشجار تين اشجار ورد جوري ورد موسمي يعني القعدة حلوة ما شاء الله والجو يعني جميل جدا في الصباح الباكر اشجار جميلة يعني فكرة حلوة انه يزرعون الواجهة ما الفندق ويعني فوق الاستعلامات يعني خلو نقول طابق ثاني هاي الحديقة والاشجار يعني ما شاء الله والجو كان لطيف واشجار الصنوبرو بكل مكان اذا دا شوفون اشجار الصنوبرو بكل مكان والحديقة كانت واسعة يعني كلش حلوة الله يبارك لهم يا ربي الله يبارك لهم وايضا الجبال هذا جبل زاوة كان يبين من فوق سطح الفندق وايضا البيوت المقابلة اللي انت بعت عليها والله يبارك لهم يا ربي انه اكثرهم عندهم مدافع يعني يستخدمون الحطب في التدفئة يعني مدفع بانيها ويعني وشي حلو فهاي دليل على انه يستخدمون اشجار خشب اشجار الصنوبر من يقلموا في التدفئة وهذا القراج ما السيارات وهي وجبة الفطور طبعا وبيلسلك بس ما صورته مربى دبس وراشي لبن فواكه او جبن وزبد وطماطا واخيار وبطاطا وزيتون او كل واحد يشوف هذا الفيديو لا يرجع من ادهوك الا يشتري راشي وراشي هو الطحينة يعني الطحينة بعض الدول يسموه بس احنا نقول راشي اللي هو يعني صلصة عصير السمسم يعني بكل العراق بكل الامة العربية ما تلقي مثل راشي مدينة ادهوك وهي هنا شوفون طريقة جبال سبحان الله يعني التوية حول الجبال دار مدار الجبل هنا يمكن ده ننزل يعني الفيديوهات اختلطت لانه انا قلت لكم صورة البعض افقي والبعض يعني بشكل عامودي فصارت خفصة وهنا يعني اذا نرجع يعني تانت المصائف ما شاء الله كلش حلوة وتقريبا مصيف قريب على مصيف معادة يعني مصيف قلي شيرانة كان شوية بعيد عن سنتر المدينة تقريبا ساعتين وبعدين ورا ما رحنا قلي شيرانة بدنا يعني نروح للمصائف اللي يعني على الطريق اللي جمبها وجمبها احنا هنا مصيف زاخو اعتقد اعتقد هذا زاخو بحيف يعني وصلنا للحدود التركية يعني ما شاء الله يعني احنا هنا اجتنا الرسالة انه ودعنا العراق يعني واستخدمنا خطوط الدولية والمي كان بارد وحلو يعني كان كلش حلو احنا نتوا الفى احنا نتواه جمبات يا جمبات داص Pisces جمبات يا جمبات احنا nächste نز pilot وحنا نهو جمبات شرعة ما شحينا ي tissue احنا ناريش اي وردة الختمة الاجواء كانت رائعة والجو لطيف والاشجار ما شاء الله والمكان نظيف عاشت ايديان كل واحد يروح سياحة ويحافظ عن نظافة عاشت ايديان حكومة اقليم كردستان والمنظمين كل واحد مسؤول عن مدينة ومسؤول عن الماكن السياحية عاشت ايديهم وبرك الله بهم يعني من هنا تشوف سلا ما ازلل حتى الناس لا تحتار وتعرضي بالتها وديكم وايضا بارك الله بكل واحد يروح مكان طبيعي جبل حديقة يم اشجار غابة ويكمل ويكمل ونسته ويعيش السفرة ويكون سعيدة ويلم النفايات ويذبها بالمكان المخصص اله الف رحمة على والدي حتى نظل نحافظ على هاي البيئة وهذا الجمال وانما نروح حتى نستمتع اشتركوا فيه اشتركوا في القناة 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 اجمل ما تكون يعني فعلا روحها من العمر فجربوها جربوا الروحها الهي شوفوا الجمال شوفوا الجبال يعني اسفل انه ما صورت لكم التصوير مع الصوت الحقيقي للطبيعة يعني حتى يوجد طيور يعني تسبه البلابل او شي او حسن فالتغريد قجيب يعني بس مو تغريد بلبل بس هو تغريد يعني انشان جميل بس غريب خلوني احتي بس لانه الحقوق وتعرفون اصوات موسيقى وكلسة اغنية فيصر حقوق وما يصر انشرها بقناتي اتقيد وانا اعتذر عن هذا الشي شوفوا شون شوفوا الجمال شوفوا الجمال صلى على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى الي وصحبي وسلم ارجو ان يكون الفيديو ممتع لكم ومثل ما كان ممتع اللي شفته مرة ثانية وياكم وشالسة وكلهم اباوع واكو فيديوهات طبعا مصورة بشكل عامودي ان شاء الله احاول يعني كل الفيديو انشرها على حدة اجمل يعني من هاي الفيديوهات لان هاي الفيديوهات بصراحة تصورها بشكل افقي شوية متعبة للايد لكنه تعب يهون الكم لا تنسوا تدعموني على قناتي قناة فلفل وقرمسل وقناة ماموس دعموني باللايك وشير والاشتراك حاول شاكون هاي المتعة وهذا الجمال واكثر عدد من اصدقائكم واهلكم وغروباتكم حتى كل العالم يتعرف على مدينة الدفاق الجميلة في اقلم كردستان العراق خلي الكل يشوف هذا الجمال حتى يعني يصير عندها الرغبة انه يجي ويشوفها بعينه ومن تروحون السفرة انصحكم المسوا الشجر المسوا الحجر المسوا الجبل المسوا الماء المسوا ايشي طبيعة دار مداركم صدقوني رح تتفرغ من عدكم الطاقة السلبية ورح تتفرغ من عدكم الهموم وايشي بداخلكم رح يروح من تلتحمون بالطبيعة يعني وحتى تكرمون انزع عالكم وانزع حذائكم وتحسسوا برودة الماء والجو الجميل وطيبة القاع وجمال الشجر والحجر والجبال حتى يعني فعلا تستمتعون وتحسون بالراحة يمكن وراها بعد بشهر انتو بشهرين يعني بعد تكون عصابكم كول يعني فعلا يعني السفر شي حلو رغم ما على قد يعني الامكانية والحمد الله والشكر لكنها كانت رحلة جميلة اه اتمنى الكل يجربوها اه شوفوا تنوع الاشجار شوفوا تنوع الاشجار ما شاء الله شوفوا تدرجات على الجبل هاي بعض الاحيان يعني يعني يزرعوها زراعة ايضا ديمية فوق سفوح الجبال يمكن انا اشوفها بعيني المجرد لكنهم بالتصوير يظلمها وما يبينها اهنا طبعا وصلنا مصيف اه اخر ما عرف تشتاق اسمها او هذا برخ وذاكه تشتاق المهم هي مصائب مصدِ مصدر 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 اشترا مصدر هذا الماء كله طبيعي ينزل من الجبال وينبع من الأرض وينبع من الأرض وينزل من الجبال من الزوب الثلوج ويمشي بهذه الطريقة ومكان قاعدة جيدة للناس العوائل بجهة والشباب بجهة يعني منظمين شيء حلو وأرجع وأقول همشي النظافة عاشت إيديهم وانتوا وكل واحد يشوف هذا الفيديو وعندهم يروح لأي مكان سياحي حتى لو منتجها بسيط منطقتهم برات الشارع مويتهم ليذي بزبل حتى يبقى هذا المنظر الجميل وتبقى هاي الراحة النفسية فرجاء لا تلوثون البيئة الطبيعية بالنفايات لأن الضر بالبيئة والضر حتى بالإنسان من نفسه يعني هذا المنظر حلو واحد يريد يباويله يشوف الزبل هنا له هنا رح تخرب السفرة أرجوكم مثل ما شوفون المكان حلو نظيف حضروا على النظافة أترككم شوية مع الطبيعة سمع صوت الماء والطبيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد أخذناها 500 ديار يعني ما تسقط من القدح لما متماسكة ولذيبة ومعاملاتهم طيبة وكل حقوقي وايضا بنكهات ومنعدها نكهات التوت اللي هو ينزرع بجهوك ويعني يكثر أجارة وهاي البحيرة والأجواء والأوائل وكلها فرحانة ومتونسة والجو حلو والمي بارد هاي أهم شيء مي بارد ممتع أطول يجرغون المكان فرحانة لقد احتوا ترون ممتع أطوات المطبع تريد ان يجب مرة اطوات يعني لا يسرع على الشباب الذين يحبون لبكة او ما شابه وهنان المي صافي ودائما انصحكم لماذا انصحكم ان تزرعون او الجذر ونفطون حصا شوفوا اشكال الشجرة يعني حتى الشجرة سبحان الله شكل فراني يعني شوفوا تشوفوا الساق ما شجر آية من آية الله لماذا دائما انصحكم ان تزرعون تفطون حصا بالمي يمات تجدير لان حصا سبحان الله يمبغف الماء يحفظ عن ضبط الماء يمات تجدير تشوفون المي تشوفوا الماء والحصا يعني صفي صفي للماء سبحان الله سبحان الله العظيم يذكروا الله وصلوا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى عالي وصحبه وسلم لا تنسون تدعموني على قناتي على اليوتيوب قناة فلسل وقرنفل وقناة ما مستأسمها تدعموني بالله كل اشتراك فعلوا الجرس عطي يصلكم كل جديد وارجو ان تكون هذا الفيديو ممتأ لكم ومم ممل ارجو ان يكون شفتوا التنوع بالموجودة موجودة من ناحية النباتات والجو والجبال والحجر والطرق نظيفة كانت رحلة ممتعة الله يبارك كلهم شكرا لجلتنا للجميع كلما سهل رحلتنا الجميلة هذا الميدي يطلع من جو الأرض شوفوا ينبع من تحت الأرض ويصب كلها بهذه الشلالات ومن الجبال يجوا ويصب الشلالات لا تنسون ادعموا قناتي وروح يشوفوا مدينة دهوك كل ما شاركتها مثل اللي غلون اهلنا الماشاء عزوك عمره خسارة خلي يرح ويشوفوا دهوك ويستمتع بها المناظر الجميلة وهذه الأجواء الرائعة يحافظ على نظافة المكان وعبادة انت تروح بس تركت تذكر الله على هذا الجمال كل ما تباع حجر تباع حجر تقول سبحان الله كل شيء يقول سبحان الله وهي عبادة وهذا الميدى يجرى على الدرج هذا الشيطون يجرى على الماء احضروا الى فنزلكون ربسوا برجلكم مناسب لهذا المكان تتركز او منعال او اشي بشي مناسب حتى تستمتعوا بالماء وايضا لا تزلحون دائما نذكروا الله وصلوا عن النبي واحمدوا الله على هذه النعمة والله لا يحرمنا جنة يا ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هن انا رجعن هن اعتقد مصيف اخر ايه مصيف اخر بكهف عمق الكهف 9 أمتار يعني فيديوهات أكو أخرى يعني بس ما قدر أدمجها وياها لأن قلت لكم صورتها بشكل عمودي فكان الكهف عمقه يعني غير داخل الكهف شنقي كهف كهف ثاني يعني فكان عمق الكهف بمياه عمق المياه 9 أمتار وكانت ثلج يعني أنت ما تقدر تحط رجليك بالمي أكثر من خمس دقائق يعني إحنا خلي نقول اللي مندوب يعني مال السياحة قالت حتى اللي حط رجليه عشرة دقائق أجيب له سفرة يعني مجانا شبه هاي أشجار التوت أوراقة سبحان الله بك أوروبا ما شاء الله هذا المي يجري بين الأشجار هذا المي بارد جدا بحيث شوي اللي قدام يعني باع الماء للشرب وماء والعصير والببسي بدون ثلج حاطه مجرد بهاي المي دي يجري هو يبرده والرقي حاطي بهذا المي البطيخ حاطي بهذا المي يعني جنة جنة الحمد لله وشكر الله يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين ويعني الجبال يعني الجبال يعني منها هواي هم جبت حجار يعني حجر يعني يعني حجر يعني شبه وهذا الكلام بداية اللي تمشون شوي تشيف حاطي لكم ممط حتى تمشون لكن عندما تدخلون دوه الكهب يشداد غلام لازم تستحر لاش يعني ضوه حتى التصورة وايضا يعني الكهب طبيعي والجو بيه بارد والمي ما عارف شقد درجة حراثي انه ما تدخل توقع بيه أكثر من خمس دقائق تدخل شوية وتطلع لقد ما المي بارد بيه بحيرة والبحيرة مقهر بسه أمتار فالروحي ناقيهم خليه يجير بالد وهذا المظر منطقة خارج الكهب كلها مصائف بسيطة وصغيرة لكنه روعة قلقت الله سبحانه وتعالى يعني شوية المتعب بها انه مدرجات لعني جبال يعني لاش يسون مدرجات للسياحة ولل المصطافين لكنه الشغلة الوحيدة متعبة انه اذا اكو واحد يعني كبير بالعمر يعني هاي الدرجات متعبة الا من غيرها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يعني جمال ولا ارواح اكبر اماكن ايضا رحنا لها لكنه ما صورتها بشكل افقي فما طلعت بهذا الفيديو ان شاء الله يعني احاول انشر منعدها الشلال والله نسيت اسمه ما شاء الله كلها حلوة كلها حلوة قلتلكم الرصيف هذا الرصيف هو حلو يعني مدينة دهوك ما شاء الله ولا حوله ولا قاتل الله بلا الله يبارك لهم يحفظهم يا ربي بالامن والامان ويرزقهم ناس طيبين الرصيف ما لهم هو حلو مأتنين بالاشجار ما اكو متر ما بي زرع يعني مدخل سنتر دهوك متر ما اكو اذا الا مزرع بشجرة او مزرع بوردة او مزرع بفشي يعني يقدرون الطبيعة بشكل كلش شبير وهذا احلى شي موجود بدهوك الطيبة النظافة القانون شرط المرور يعني يعني شون تنظيم النباتات مزرعة بكل مكان وحتى المنتزة انا صورته يعني قبل يعني صورته ونشرته قبل هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب واعتقدت قناة فلفل وقرنفل فكان منتزه يعني حسب الرطوبة والاشجار كانت مرتاحة وكثرها اشجار متمر يعني هذا المنتزه هو المسلوح اجار تين شوفوا شون اعطيها الماء والبيبسي بالخفرن بس هاي هنا الماء هل يتبارد ويبرد يعني ما يحتاج خطير او فشي برود الماء يتبارد هاي العصائر والماء لنا وهذا شكرا لك اشترك احبا وخارج كريم كهب كهب طبيعي في الجبل هورا ولكن البس بس ابويي الجنة جدا يا رب لا تحان لجنتك يا رب الحسين ما شاء الله لحول ولا قوة اللاب الله والمدخل المداخل مع المصايف أكثرها حلوة وروعة ومهتمين بيها شي بسيط لكن حلو والمنتجات مالتهم دائما بيها وشكرا جزين لكم ربي يسعدكم هاي منتجاتهم من السجق والحلق يعني ما عارف والله اشكالك اشي يعرفك اشي ما عرفك والنحل يعني مثل الزباب والغير مكان الحمدلله شكر هما النحل مالهم يعني هو هاذه وهاي رجعناه لدهوك شوفوا شوفوا المكان شوفوا الارصفة عشد ايديهم عشد ايديهم حكومة الاقليم على هالنظافة غاية الترتيب الله يبارك لهم ويحفظهم يا ربي ويحفظ دهوك ويحفظ كل بلادنا يا ربي من الشمال للجنوب من الشرق للغرب الامن والامان يا ربي العالمي يبعدنا عنا كل شر يبعد عنا كل شر حاصدوا حاقد يا ربي العالمي والحمدلله والشكر ارجو ان يكون الفيديو ممتع لكم ارجو ان يكون مو ممل ورغم انه شوية طويل لكنه حلو مقطع يختلف عن مقطع وشوفوا بسم الله ما شاء الله ولا حبل ولا قوة اللاب الله مثل ما خبرتكم النباطات يعني بكل متر شجرة ارجو انت